موسيقى سيداتي وسادتي أصعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مجلة الجمعة البرنامج يأتيكم كل يوم جمعة الساعة السابعة مساء وفيه نستعرض أبرز الأحداث التقارير والقصص الإخبارية من الأسبوع الماضي ونبدأ مع أخبار الحرب التي لا تتوقف في البلدات العربية حرب العنف والإجرام فقد سادت في الأيام الأخيرة أجواء من الصدمة والدهول في مدينة باقي الغربية بعد مقتل مدير مدرسة ابن الهيثم المربي زياد أبو مخ البالغ من العمر نحو 41 عاما جرى انفجار وقع في سيارته وهو في طريقه للمدرسة صباح الأربعة علما أن القتيل ترك خلفه زوجة ثاكل وثلاثة أبناء يبكونه بحرق وألم وأفاد مراسل قناة هلا أنه تم عقد اجتماع طارئ في بلدية باقي الغربية وقد قررت لجنة الموظفين في البلدية إعلان الإضراب المفتوح في مؤسسات البلدية فيما تم استدعاء أخصائيين نفسيين للمدرسة التي تولى القتيل إدارتها مراسل قناة هلا معتصم مصاروي تحدث مع عدد من الشخصيات الفاعلة جماهيريا في باقي الغربية وعاد لنا بهذا التقرير فلنشاهد الفاجعة أكبر بكثير من أي كلمات ممكن أن نقولها الأستاذ زياد رحمة الله عليه كان نموذج لمشروع بناء إنسان حقيقي إنسان صالح إنسان معطاء إنسان مقدام إنسان هميم يقضي يومه ليلة نهار في العطاء وخدمة الآخرين أنا أعرف الأستاذ زياد منذ الطفولة الأستاذ زياد قضى عمره يخدم في هذا المجتمع ويضحي من أجل هذا المجتمع ويعطي هذا المجتمع واليوم الذي كتل ليس الأستاذ زياد الفرد الذي كتل مشروع الإنسان الصالح في هذا المجتمع مشروع الإنسان الإيجابي الإنسان المسالم الإنسان المعطاء الإنسان الذي يضحي بكل ما يملك من أجل هذا المجتمع هذا الرجل وهذا المربي في فقدانه فقدنا ما تبقى من صبر فقدنا ما تبقى من حلم وعلينا أن نتحرك ونقوم بخطوات عملية لإنقاذ هذا المجتمع أظن وصلنا القاع لا يوجد أسوأ من أن يقتل من قتل في هذا المجتمع كل يوم حادث قتل وكل يوم نقول وصلنا القاع ما حدث قتلوا أطفال في كفر قاسم وقتلوا شاب في كفر قرع كان في ساحة مدرسة والآن مدير مدرسة آمن بريء صالح ما فعل في حياته إلا الخير وما فعل في حياته إلا العطاء وما فعل في حياته إلا أن يقدم لمجتمعه فجروا سيارته وفجروا معه ما تبقى لهذا المجتمع من أمان ومن أمل في أن يكون هناك تغيير الحقيقة إنها يعني متأثر قليلا ولكن على المجتمع العربي أن يفكر في نضال مطلبي مختلف ما قمنا به حتى الآن ما أحدث أي نتائج وانتظار الشرطة والحكومة أن تكون بواجبها يبدو أن هذه الحكومة وهذه الشرطة تركتنا أيتام على موائد الجريمة وهذا المجتمع عليه أن يأخذ زمام أموره بيده ويحضر ويتفاعل مع الشارع ومع غضب الشارع ومع غضبه على القيادات في هذا المجتمع أن تقول قولها الواضح والصريح بأن في مقتل الأستاذ زياد قتل لنا جميعا طبعا نحن أمام جريمة من نوع آخر في استيقظت عليها باكة الغربية مع الأسف الشديد راح ضحيتها شاب من خيرة شباب البلد الذي كان يهتم بتربية الناس والأبناء خصوصا وأنه مدير مدرسة ثانوية مش من زمان بكينا يعني مكاعدين معه مرطبين أمور تربية الأبناء ونشر القيم بينهم في المدارس الدخول إلى المدارس والحديث عن العنف وعن الجريمة وعن التسامح وعن الأخوة وعن المحبة في سبيل رفعة هذا المجتمع وإخراجه من هذه الدائرة الكبيرة والعظيمة التي دخل إليها ولم يستطع الخروج منها نحن أمام جريمة من نوع آخر يعني هذه جريمة مميزة على ما يظهر راح ضحيتها الشاب مميز يعني كان من ليس فقط من خيرة شباب البلد ولكن من خيرة المربين الذين عملوا في مدارسنا وفي مؤسساتنا نحن أمام كارثة حقيقية ضربة باكة الغربية وهذه الكارثة طبعا تضرب كل مجتمعنا معلسف الشديد من شرقه إلى غربه من شماله إلى جنوبه يعني نستطيع أن نحدد ونقول أن هناك على ما يظهر شيء منظم حرب منظمة تمارس على مجتمعنا وخصوصا تلاحق مثل هؤلاء الشباب مثل هؤلاء الفتية الذين يعني نعلق عليهم أمارا كبيرة في إخراج مجتمعنا مما نحن فيه طبعا أستاذ زيادة أبو مخ أحد الشباب المميزين في هذا البلد الذي تلقى التربية على قيم وعلى أخلاق وعلى مثل عليا عاشها تطبيقا في حياته وحاول أن يطبقها ممارسة أيضا على غيره يعني نحن اليوم أمام قامة نستطيع أن نسميها قامة تربوية مميزة من نوع مميز قائد بمعنى الكلمة يعني تربى تربى أصلا أن يكون قائد وهو فعلا اليوم تسلم هذا الزمام وعندما حان القطف مع الأسف الشديد أرسلوا من يقتله ويوقف هذه العجلة عجلة التربية وعجلة نشر القيم من رجل ومن شاب مثال للتربية ومثال للقيم ومثال للمثل العليا ومثال للأخلاق حاول أن يقدم شيئا لمجتمعه ولكن هذا المجتمع هو لا أريد أن أقول هو السبب ولكن هو أداء أداء في أيدي من يريدون المجتمعين أن نغوص ضحت التراب حقيقة أنه فجأة كبيرة واللي مست في كل فرد في باكر الغربية والبعد يعني بعد اللي هو حامي وبعد ما شايفين شو تداعيات هاي اللي صار يعني اليوم الصباح ف براي أنه مش الحكي على أنه زياد ولا غير زياد أما الحكي على أنه الأمور فلتت عن كل منطق وعن كل حدود اللي ممكن يتخذها البني آدم في شو بيفكر بدي يعمل وشو ممكن يعمل وخصوصا عندما منحكي في بني آدم اللي هو يرتبط في السلك الدراسي كمدير مدرسة ثانوية اللي بني آدم اللي هو أديب خلوق معطاء من أدم اللي مخد دوره في كل الإشي وبن أدم اللي إله بصمي على يعني المقعد الدراسي في باكة وفي المدرسة الثانوية مدرسة من الهيثم اللي هو اليوم مديرها بعد ما خدم فيها سنوات طويلة يعني هذه الجارمة السابعة في مدينة باكة الغربية هل من خطوات عملية ستكمون بها المفروض أنه يتم البحث كيف التصرف في هذه الحالة وخصوصا هذه حالة خاصة اللي التقديري أنه بالقريب رح يكون جلسة اللي من خلالها تتخذ قرارات ما العمل قبال ما جرى حسب ما حكيت يعني أنه هاي المرة الإشي لازم يتم التعامل معه بشكل خاص لأنه اللي صار هو إشي خاص مش أنه إحنا منفضل ناس عن ناس إلا أنه لما أنت تكون متأكد أنه بني أدم مالوش ولا أي صلة ولا أي إشي في المواضيع هاي وبرضو هو مش محمي إذن كل بني أدم لازم فكر بحاله ولازم يشوف حاله أنه ممكن يكون هدف لهذه الأشياء وفيش أمان لأي حدا يعني ومن ناحية ثانية نفكر فيها إنه لو كان الأمر كان مع أولاده يعني شو كان بصير يعني كيف كانت ممكن تكون المصيبة مش على أنه يعني نرى فيها أنها تخففت لا ما تخففت ما نرى فيها خفيفة ولكن الواحد وقت ما الإشي يصير فبكل صار صار كيف شو كان بصير لو كان الإشي أكبر منه وفي وفي كفر قر لقي الشاب شافع إغباري هيكل البالغ من العمر نحو 41 عاما مصرعه رميا بالنار وأفادت الشرطة أن الطواقم الطبية أقرت وفاة الشاب شافع إغبارية في مكان إطلاق النار وقال شهود عيان أن القتيل كان ينتظر بمحطة الحافلات قبل أن يمزق الرصاص جسدا وهو بطريقه إلى مكان عمله وذكرت عائلة المرحوم شافع إغباري هيكل أن المرحوم شقيق اسمه خليل إغبارية تعرض للقتل رميا بالنار في نفس التاريخ الذي قتل فيه ابنهم شافع عام 2011 قناة هلا التقت في كفر قرع برئيس البلدية فراس بدحي الذي يدين جريمة القتل هذا ويستنكرها إليكم المقابلة للأسف الشديد استيقظت كفر قرع هذا الصباح على جريمة قتل أخرى وهذه الجريمة الخامسة في داخل بلدة كفر قرع هذه السنة وهذا اندل يدل على تقاعص الشرطة وعدم الكيام بواجبها إضافة إلى حكومة إسرائيل التي ترى ما يعصف المجتمع العربي من جرائم وقتل أمهات ثكالة عائلات ثكالة وهي تقف دون أياته عمل جدي لإيكاف هذا المسلسل من الدم أجواء جدا حزينة في كفر قرع شافع هو إنسان في ربيع عمره 45 سنة تقريبا بطريقه كان إلى العمل وللأسف الشديد قتل في طريقه لكي يأخذ قوت ويربي أولاده وعيلته هذا وضع لا يمكن أن يستمر هذا وضع مأساوي جدا ليس فقط في كفر قرع وأن في داخل مجتمعنا العربي نحن في انزلاق شديد جدا عما يحدث من مسلسل جريمة وعنف في داخل مجتمعنا ويعني يجب أن نعيد التفكير وتجديد الفكر حول خطوات أخرى اللي ممكن ما فكرناش فيها ممكن أن نقوم بها ولكن يعني واضح جدا وأنا أريد أن أكرر وأشدد أن إيكاف مسلسل الجريمة هو مسؤولية الدولة هو مسؤولية شرطة إسرائيل يعني لا يوجد رئيس بلدية أو رئيس مجلس يمكن أن يقف أمام يعني هذا المسلسل من الإجرام هذه مسؤولية الدولة الدولة التي تتغنى بالديمقراطية يجب أن تحافظ على الأمن والأمان لمواطنيها وهذا حق أساسي إلى كل مواطن في داخل دولة إسرائيل وبالأحرى للأقلية العربية في داخل دولة إسرائيل كانت جلسة عاصفة من خلالها يعني بعثنا رسالة واضحة جدا لمكتب رئيس الحكومة والمسؤول الذي أوكله رئيس الحكومة لعلاج موضوع الجريمة والعنف في الوسط العربي ويعني وضحنا أن الحكومة والشرطة لا تقوم بواجبها وهي تتقاعس في إيقاف مسلسل الجريمة والعنف وهذه الرسالة أوضحناها بكل يعني غضب وبكل كوة أمام المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة وأيضا المسؤولين الذين شاركوا من المكاتب الحكومية الأخرى الذين جلسوا على طاولة الحوار وقلنا أن يعني على دولة إسرائيل أن تتخذ خطوات عملية لحفظ سلامة وأمن المواطنين في ظل يعني استفحال ظاهرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي هل من خطوات ستكون بها كبلدية؟ نحن بالساعة الأولى بعد ما وصلنا خبر الجريمة النقراء وأنا أعيد وأكرر نحن نبعد تعزين الحارة للعائلة الكريمة ولكن الكلام انتهى أعتقد بيانات الشجب أصبحت تكرر ولا تجدي أياتها نفعا انتهى الكلام الكلام الوحيد هو أن تقوم حكومة إسرائيل وشرطة إسرائيل بواجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني بإيكاف هذا المسلسل من الجريمة نحن سنفكر إذا كان هناك حاجة لأياتها خطوات وسنعلم الجمهور بقراراتنا إن شاء الله عاش الأهالي في مدينة الطيرة في الأيام الأخيرة على وقع الصدمة والدهول من سقوط صاروخ فجر السبت الماضي على مبنى سكني في المدينة أصفر عن إصابة 19 شخصا وصفت جرح أربع منهم بالمتوسطة والباقي طفيفة أثر إصابتهم بشضايا وزجاج تحطم أثر الانفجار الهائل في المكان قناة هلا زارت مدينة الطير وتحدثت مع عدد من الأهالي الذين أعربوا عن مشاعر الخوف الممزوجة بالإحباط أثر عدم اعتراض الصاروخ الذي سقط فوق أحد البيوت المزيد في التقرير التالي فلنشاهد بيتك من البيوت المتضررة وين وكع الصاروخ صحيح؟ أنا أقرب جار لجماعة لوكع الصاروخ في بيتهم بداية نحكينا شو اللي صار؟ الساعة ثانتين وربع سمعنا صوت الصفارات أخذت الأولاد وبلشنا ننزل على الملجأ في البيت للأسف لم يحالفني الحظ في أن أوصل إلى الملجأ وما فيش دك يعني أكل ثواني بعد ما وقفت صفارة الإنذار سمعت يعني أكوى وأصعب صوت في حياتي ورأيت أمام أعيني شببيك البيت بتتطير أبواب البيت بتتطير ما كانش باليد حيلة ما بكي لي إلا أن أحظن أولادي وأنا أصرخ كالطفل الصغير بدون علم ما يحدث من أمامه والحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء أفعل الأولاد بخير المرى بخير الإخوة بخير الجيران أهم شيء جيران بخير وما تبكى فهو تكادير الله والطفل ما فضعكم الآن الحمد لله الأولاد عند دار سيدهم عند جدت المجدهم عفروط راوما معين شوية شوية كاعدين منساعد فيهم ليش مش سهل المرى لحد هسا مش عارفة تكون متوقف وتبلش وتنظيف البيت أما أخرى مرة بقول لما أنا بخير وبيتي بخير وأهلي بخير وجيراني بخير فما تبكى فهو غير مهم الحمد لله سلامة الجميع طبعا جماعة كل سكان الحارة للأسف الشديد أنت شايف أخي معتصم ضرر كبير عنا يعني لبيت جيراننا وكمان خمسين بيت في الحارة تضرروا من الساروخ اللي كان مباشر في البيت أجه في البيت مباشر للأسف الشديد يعني ملطف من رب العباد أنه صحاب البيت بخير هسا كمان أنه البيت الأخو جنبه إذا شايف الغرفة اللي على شمالك هاي الغرفة بيت أخو جنبه هنا كانت البنت نايمي الحياة كل وقت ونزل على البنت يعني بهمة الشباب اللي كانوا هنا من الأوائل كبل ما تيجي الإسعاف وكبل ما ييجي بهمة المتطوعين نحن قدرنا الحمد لله رب العالمين نحفر بإيدينا بإيدينا نحفر وكيمنا البنت من تحت الرقام يعني يتجاوب الناس في المنطقة هنا والشباب يعني مشكروني كثير عليه يعني يقدرنا نكيم بنت والحمد لله اليوم وصلنا أكبر أنه البنت كمان بخير أنت أول ما وصلت على البيت يعني وانقطت الناس اللي جواته شو شو صار شو اللي صار أنا في بيتي بيتي هنا جو يعني الصراحة أنا سمعت الصفرات الانضار يعني أنا قلت موجود في الطابق الثاني إيشي بيفوتش العكل يعني يعني لا يؤقل أنه أربعين ثاني أخي أربعين ثاني أخمتصم أربعين ثاني في صفرات الانضار كان في ضرب مباشرة على البيت يعني اللي بيجي بكلك هسه أنه كان في تصدي للكبة لتصدي لهي السوريخ ما كانش فيه تصدي ما كانش فيه تصدي لهي السوريخ لأنه لا يؤقل أنه بأربعين ثاني صفرات الانضار الساروخ يكون صار واصل هدفه لأنه عادة دكيكة ونص حتى الدكيك موصلنهاش يعني أنا ملاحقتش أجيب ابني من الطابق الثالث أنزله على الملجأ الساروخ صار ضاري بالبيت مباشر يعني الدرج ولا لو أنه مصلش الدرج راح فيها البنت هن ملحكتش تكون من التخذ تبعها والساروخ صار بك ضاربهم أنا فكع عندي كل الكزاز وأنا ملحكتش باربين ثاني عمل شي ملحكتش أجيب ابني من فوق والله من أصعب الليالي اللي مرناها بالثلاث واربعين سنة اللي فتن شلي صار صفارة انظار مننزل على الطابق السفلي طبعا أقلب الدور زي ما الكل بعرف ش فيها ولا ملاجئ ولا مماد وفاجأة منسمع صوت انفجار الكوي وكأنه يعني جو الضار الانفجار عند جراني بينه وبين هم بتين المنظر اللي منتلعه اللي لما طلعت شفته مسدكتش إنه يعني يوم من الأيام يوصلنا إشي من هالنوع منظر رهيب شوفت بهاي اللحظة شوفت دخان شوفت هدم شوفت ناس سمعت صوت ناس بتصوت طلعنا معلف ناش شو بدنا نعمل يعني وكأنك في حلم أحد الأشخاص اللي وصلت عبيت وانوك السرخ وانقضت المصابين هناك شوفت بهاي اللحظة كيف سعدتهم أنا من أول الناس إحنا من أول الناس اللي وصلنا لمنطقة الحداث كل الجغان شباب أجت حاولنا نفوت عضار بك دكني بالأول حاولنا نساعد نفوت عضار يعني الحداث اللحظة صعبة صعبة مش عارف شو تعمل موين بدك تبلش شو بدك تعمل موين الاشي كان التجاوب هو سريع جدا قوات الإنقاذ اللي كانوا نجم الدهود الحمراء أو الإطفائية أو الشرطة وصلوا خلال أقل من عشر دقائق كانوا بتواجدين في المكان جبهة داخلية وصلت بعد تقريبا حوالي عشرين لخمسة وعشرين دقيقة وقاموا في عملية إنقاذ وكل المصابين تحولوا للمستشفيات وكان في فحص كمان المبنى نفسه وتم تسكيره يعني ما وصلته لهون كانت مشاهدة جدا صعبة مزبوط كان فيه مشاهدة صعبة أما الحمد الله تخطيناها وفيش كان فقد أرواح ما كانش فيه ولا إي حادة وفاة كانت الإصابات هي إصابات خفيفة ألف الحمد لله قدر الله وما شاء فعل والحمد لله إنه ربنا عز وجل قدر ولطف كيف بيقولوا في المال ولا في العيال الأضرار جسيمة ماديا الحمد لله الجرحة من مدينة الطيري هم مكسمين لثلاث أجزاء جرحة إصابات هلع وإصابات خفيفة وإصابتين متوسطة اللي نسأل الله سبحانه وتعالى إنهم الشفاء العاجل وإنهم يعودوا لبيتهم الحبيب الطيري ولبيتهم الخاص هان على وجه السرعة إن شاء الله وبالصحة والعافية بإذن الله رب العالمين كانت تفاصيل أكثر شو اللي صار كيف وصلكم الخبر بعد اطنيرا قصفلات الإنظار حسب التعليمات بكودها عورف الجبهة الداخلية سمعنا صويت دوي انفجار كوي جدا فأيقلنا إنه الأمر قريب جدا علينا كان عدة انفجارات للأسف رأسا انبعاث الدخان والصوت الكوي جدا أكد لنا إنه الضرب والسقوط الصاروخ كان في إحدى أحياء المدينة على وجه السرعة كان رد فعل سريع جدا وكوي من أعضاء الجبهة الداخلية ومن مكيد وكسم الطوارئ في بلدية الطيرة الشؤون الاجتماعية الإسعاف طبعا الشرطة رئيس البلدية نائب الرئيس طاقم الإداري الكل تواجد هنا منذ ساعات الأولى منذ دقائق الأولى للحدث لغاية أنا أعتقد أنه لغاية الآن في منهم ما تريح وما ناموا كمان بفضل الله طواكم الإسعاف وطاكم الطاكم الطوارئ الخاص بمدينة الطيري اللي هم شباب من بلدنا اللي تعلموا واتدربوا وشاركوا في عدة إنقاضات كانوا على هؤمة الاستعداد ورد الفعل السريع منهم ومن أعضاء الجبهة الداخلية كل احترام لا تكف الحاجة سلوى فعور من شعب عن تكرار قول الحمد لله بعد ناجاتها مع أبنائها وأحفادها من الرشق الصاروخية التي طالت منطقة مفتوحة تواجدوا بها لقطف ثمار الزيتون بعد ظهر يوم الجمعة الماضي وهو ما أسفر عنه تسجيل حوالي 11 إصابة من بينهم خمسة أطفال وصفت معظمها بالطفيفة فيما وصفت جراح واحدا منهم بالمتوسطة قناتها لا زارت منزل عائلة فعور في شعب واستمعت للحاجة سلوى فعور التي تقول أنها تلوم نفسها على إصرارها قد في الزيتون في ظل الوضع الراهن إليكم التقرير من شعب معكم ماما بجمعة والله خالت نزلوا لولاد على الزيتون أنا بعملهم دائما قهوة وفطور وهيكو بلحقهم ما وصلنا اشتغلنا هيك لساعة واحد لولاد واحد ونص وقلوا لولادنا نفرد وقال الزيتون وقالهم لا يما ضبوا لأنه يمكن إسعيجينا ساروخ يمكن إسعي وقالهم يما لا ضبض خلص ضبض تلك الماء إلا ما حسنا لا يصار تتزع التلفونات تلفونات وقالهم ذاك إلا معانا سبيل جاب لولاد وولاد وبنت عنده جاب هنا ولحقونا لولاد جيت بقوله يما خذ هنا وروح بقول يما مكيفين مبسوطين من أن يحضر الزيتون وهيك الأبنة ساعة تيتا وهيك قاعدين يقولوا الساعة دا أنا والولاد بفردوا تحفيزتوني وأنا بقوله خلاص إلا ما بدني يقول إيجا يركض البنت طلت هيك رحض ابن اللي نصاب يركض جاب البنت ونام عليها ما نام عليها إلا صار ما حسنا معرفتش كيف اللي خبط وفقع هيك بناتنا وصار الطراب الدخان اللي يعفر علينا قلت أولادي كل هن راحوا صرت أنا أزعي وأبوهن أزعي وأقول لين الولد طلع البلد هلاك بن زيف والبنت تحت يو وأزعي وأقول لين مات 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 غير هيك محكيش خالة الرعب اللي أكلت هلا لا يوريها لحد الحمد لله نحمد الله ونسكر الحمد لله السا إزنا يا خالتي ما عادنا هيك عادنا هيك أزعي يا البيت حلالي الناس مرتفت هك إلا البلد كل يط طبقت علينا تعال الأنبال نسي قولي لا يا خالتي طيب طيب وأنا قوله لا لا يقول لي مبال طيب معرفتش حالي كيف وصلت للمستشفى هناك الحمد لله لما وصلنا وإنه الولد ضحكي وبوطس هيك قالوا لي ولا أش من الدواء الحمد لله الحمد لله اللي هيك ولا غير هيك لما الولد طيب خلص الحمد لله نحمد الله ونشكره قولي هيك ولا غير هيك أسمعتوا صفارات الإنظار وصوت الانفجارات وين احتميتوا خالتي فيش ثوانم ما دبينا الولد أنا دبيت حالي على الولد تحتي وابني هذا دبي حالي وعا بنته مارش عارف إش الولد زعي وانا دبيع حالي عليه برق الزتوني أنا قلت خلص كل بيتنا راح قلت خلص ما ضلش من حدا قالت اللي شبته مش قادر أستوع بالليل مش عادة نعمة من الخوف قال لك تصواب قال لك صواب ابني وناب بالمستشفى قال الحمد لله الحمد لله ازروا كيف وضعكم الصحة الآن فوت عفحس ولا إش بدناش قلنا طيب ابني هاض بدناش إش الحمد لله وذاك الولد أخر وقع عن الزتوني إدي وإجراء وإيك يعاب فيه تيفوت عالميون ما إبليش بقول خلص إسا نطمع لهذا الكبير اللي أكبر منه الحمد لله كانت لحظة خوف ورعب في هذه لحظة قد ما قل لك إحنا من الدار بس نسمع منك كيف اللي إش بناتنا كيف اللي إش اللي بناتنا يعني بقى البي وابي أقول لك بيننا بيننا الإش النار الطراب الزتون تفسقلت يعني حالة ولا لا يوريها لحدا ولا لعدو ولا لصاحب اللي شوف أنتوا بعض اليوم كنتوا أول يوم نازلين على الزتون بعدنا أول يوم حتى أبوه نقول إن هي مناش ننزل أقول لش من اللي بدو يسير بدو يسير كنا بالبيت ونكنا بالزتون ونكنا بالسيارة اللي بدو يسير بدو يسير خلينا ننزل نضب الحق علي أنا يعني لو صار إش طول ما أنا طيب إدى ظلني أحكي وقلو ما بحالي والصراحة الأبوهن بدوش ينزل أنا اللي قوله لأ حتى ننزل نضب واظل اللي صار يا خالتك شو بدأ أقول لك يا خيك بعد الحدث اللي صارت معكم مش رح ترجعوا وطلقتوا زتون بسبب الشي اللي مركتوا بدناش زتون ولا بدناش إش بدناش اللي بدو إياي يروح يوخذوا بدناش إش طول ما في حرب وفي إش من ناشي نقرب على الزتون ولا عايش خيالتي الله بعوض الزتون بنشره والزيت بنشره بندمين بتنشره الحمد لله الحمد لله اللي هيك ولا غير هيك أنا خيالتي بقوم بالله بصلي وبركع اللي بقول اللي الله عافى عنا وعن لولاده وعن بيتنا كله الحمد لله رسالة بتوجيها للناس بعد الحدث اللي صارت كل الناس وبتشكر تعين الأمبلانسات وبتشكر الدكاتر اللي إجت لهناك وبتشكر كل البلد والناس اللي ضبات النزتون وروحت النيات بتشكر كل الناس إنه ما ظلش حدا من البلاد اللي اتصلوا وسألنا البلد كلاتها ألبت علينا دارنا دقيقة مش عادة تفضى يعني اليوم بعدنا هيك من قسة لنص الليل بظل دارنا ملاني لأنه الناس هكلاني همنا وبتحبنا والله يعني إحنا حسين أن كل البلد بتحبنا والله الناس كلها حتة تتصلي بتقولي هكلاني همك لأنه أنا بحياتنا ما أذين حدا يخيال فيك اسأل عن أولادي كل الناس بتعرفين وبزمان ما أذوا حدا شو اللي صار معكم اللي صار أنا أولت شغلي صلي من سنين بنزلش أنا شخصيا عزتون إخوتي دايما بنزلوا أهلي أنا كنت بالشغل عندي مكتب سياحة موجود بالمكتب بتقوم اشتغلت الأزعكاء فتت على محل مجان بل بالمكتب فبعد شوي عم بقولوا أنه نزل الساروخ بشعب فتحت الباب المكتب عم بطلع من الناحى الثاني أنا رايح أركضه بدي أشوف شخصيا أنا قلت مستهتر بالإشي يعني أتطلع إنه أزعكاء وعادي أن تطلع كيف الناس بتصور وهيك شغلات بس الإشي كثير كثير خطر أنا أتطلع على صدح بدي أشوف وين نزل الساروخ بشعب هون نزل سبع سواريخ سبع محلات ف وأنا أطلع عم بطل بأخوي أخذهن لأنه نزل بكيفون ثاني لأنه محل ثاني بالضبط محل ثاني نزل فبدي أقوله ولا أقول لي أركض تعخذ لأولاد من شان الله سواريخ نزل علينا وعمال ببكي أخوي الصغير فأنا ضليتني رايح عن المحل بطلت أعرف شو ده ساوي تلعت على السيارة إجا واحد نزلني اللي هو جاري حدي هناك وهو ساق السيارة فيه بعرفش كيف وصلت المحل وأنا طلعت شخصيا مع الأمبلانس شفت أجيت وصلت له هناك لقيت أنه أخوي متمدد والهواي فيه معرفت الشو اللي بدي أسوي أنا روحت مع الأمبلانس وظلتني ملافين معه كل الفترة هناك بالمستشبه والحمد الله هذا اللي صار معنا مركت عليكم لحظة خوف ورعب خوف ورعب كثير خوف ورعب كثير كثير الحمد الله كيف وضع أخوك الآن صح والد أخوي وضع كثير مليح هواي إجت عنده بإجروع من له الحمد الله كل الفحوصات في عنده الرساسين إجت بإجر الشضايا اللي فاتت عنده بالإجر الحمد الله اللي ما إجت لا بالراس ولا بالظاهر ولا بإشي اللي عملت إنه ممكن كانت تعمل نزق أكثر منك الحمد الله رب العالمين تحت شعار شباب بلدنا درع الأمان انطلقت في بلدة مجد الكروم حملة لجمع التبرعات لشراء أكبر عدد ممكن من الملاجئ المتنقلة لتوزيعها على حارات البلدة خشية من سقوط صواريخ فيها مع استمرار التصعيد والقتال في منطقة الحدود الشمالية إذ لا تفارق المشاهد المفزعة التي خلفها سقوط الصواريخ في البلدة في الفترة الأخيرة مخيلة الأهالي كبارا وصغارا مراسل قناة هلام معتصم مصار وزارة مجد الكروم وأعد لنا التقرير التالي عن هذه الحملة طبعا هذه الحملة سميناها حملة الأمن والأمان في مجد الكروم طبعا بعد سقوط عدد من السواريخ في قرية مجد الكروم وراح لعينا ضحايا للأسف المرحوم رجوان منع والشاب حسن سواعد من قرية البعنة فشفنا من المناسب طبعا شباب من مجد الكروم غيرين على مصلحة البلد على المواطن في مجد الكروم إذا السلطات المؤسسات مش مهتمة في مجد الكروم فشفنا من المناسب إنه إحنا نحمي أنفسنا بالأول إحنا نشوف السبل اللي لازم نجمع فيها تبرعات نلم تبرعات من أهل مجد الكروم لوضع أماكن آمنة شراء أماكن آمنة ووضعها في البلد طبعا هناك شخص تبرع لنا بثلاث ملاجئ مشكور شكرا شكور كثير لإله ولكن قررنا إنه ما بحك جسمك إلا ضفرك وإحنا قمنا بهذه الحملة وإن شاء الله نتوفق هل هناك التفاف حول هذه الحملة وجمع التبرعات طلع مجد الكروم طبعا معروفة دايما وصباكي لعمل الخير وشفنا في حملة التبرعات اللي كانت لأهلنا في غزة اللي قام فيها الأخ براكة مناع كانت من أنجح حملات التبرعات مجد الكروم كمان مرة دائما صباكي لعمل الخير دائما فيها ناس خيرين ناس بحبوا البلد وأنا متأكد أنه أكيد راح يكون التفاف حول الشباب ومجموعة الشباب اللي هي هاي الشباب شباب جمعية شباب المجد للأعمال الخيرية راح تستمر لقدام كمان مش بس اليوم الحرب فترة وراح تنتع ولكن هاي الجمعية راح تستمر للأعمال الخيرية في مجد الكروم كم عدد الملاجئ الذي تهدفون من أجل الوصول إليه والله مجد الكروم بحاجة قديش فيه أكتر قديش أحسن احنا بنعمل اللي علينا إن شاء الله إذا بنقدر نجمع تبرعات نشط أربع خمس ملاجئ ست ملاجئ وشفنا إنه في الحركة الإسلامية عمالت تبرع والجبهة الداخلية بلشت تتحرق والسلطة المحلية قديش احنا بنقدر نجمع بيكون أحسن إذا وصلنا لأربعة خمسة مع باقي الجهات اللي عملين يجيبوا ملاجئ فبكون الإشي مشكور ديتا حدثنا أكثر عن هذه الحملة ومن أين جاءت جاءت من الشباب الخيرية في مجد الكروم شو الحملة عبارة عن إيش بالضبط اليوم هي عن الأمن والأمان لما نواعيس أمن وأمان في مجد الكروم قررنا أنه نجيب ملاجئ للأمن والأمان لأكمل ملجئ إن شاء الله ربنا بيقدرنا ونجيب ملاجئ مش غلط هل هناك التفاف حول هذه الحملة وجمع التبرعات الحمد لله رب العالمين في شاب من أم الفحم يتبرع لنا بثلاث ملاجئ وفي الأخ حافظ من نحف حافظ حافظ مطر كمان هو قالنا لمحلات اللي بيفوتش فيها المنفات لأنه وزنها كبير الملاجئ هذه قالنا أنه نقدر يساعدكم من ناحية شوريم من ناحية أي إشي وهو يكون معنا اللي يعطينا التكن هو من قرية نحف هل هاي تبرعات تكفي لشراء الملاجئ إن شاء الله طول عمر مجل كروم معطاقة بالفعل الخير إن شاء الله رح نجمع ونشتري إن شاء الله كم عدد الملاجئ الذي تهدفون من أجل الوصول إليه قدش بنقدر نشتري مش غلط لأنه نائس كثير أمن وأمان هل هناك رجال أعمال تدعم هذه الحملة أكيد رح يلتفوا حوالينا إن شاء الله رب العالمين طول عمر هن بس نتوجه لن لفعل الخير ما بأسره للرجال الأمان هل تستطيع هذه الملاجئ حماية المواطنين الأمن والأمان هو الرابق الحامي أول شي هي وقاية تحميك يعني أول ما تكون بين السماء والطارق كده مهم هاي الحملة تكون في بلداتنا العربية الأخرى وانت يعني تعرف أنه في نقص كبير في الملاجئ بالبلدات العربية مزبوط في كثير 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 نائس يعني قديش نجمع والقرى المجاورة كمان قديش بتغضر لأنه صراحة عن جد الأمور خطرة كثير وسط أجواء احتفالية افتتحت أكاديمية القاسمي في باقة الغربية مطلع الأسبوع العام الدراسي الأكاديمي الجديد ويأتي افتتاح السنة الدراسية هذا العام وسط ظروف غير عادية تمر بها البلاد بسبب الحرب بالذات بالنسبة لسكان منطقة الشمال عدسة قناتها لا رصدت لنا أجواء يوم التعليم الأول في أكاديمية القاسمي بهذا التقرير فلنشاهد أريد أن أهنئ طلابنا وأن أهنئ أنفسنا على افتتاح السنة الدراسية الجديدة يعني شعور حقيقة يطلج الصدر أن نرى طلابنا الجدد بالمئات يأتون إلى حرم القاسمي والشعور طبعا بفخر واعتزاز أنهم اختاروا القاسمي ليكون حرمهم ويكون اليوم الأول استقبال حافل من قبل الأكاديمية لطلابنا استقبلناهم في الساحات استقبلناهم أيضا في المبنى واستقبلناهم في الصفوف وهذا حقيقة أن يطلج الصدر أن نرى الطلاب في هذا اليوم الاستعدادات حقيقة يعني كمنا بجميع الاستعدادات كمنا بجميع الاستعدادات من الصفوف من استقبال الطلاب من تهيئة جميع الظروف يعني الاستعدادات كاملة بإذن الله والوضع الأمني لا يمنع مننا أن نبدأ الدراسة في هذا اليوم والحمد لله رب العالمين يعني كل الأمور جاهزة كل المحاضرين يعني أتوا اليوم إلى الكلية ونريد أن نرى هذه الابتسامة العريضة على وجوه طلابنا وعلى وجوه محاضرين لتكون بإذن الله بداية آمنة طبعا هذه المناسبة أريد أن حقيقة أتمنى لطلابنا سنة آمنة مثمرة موافقة أريد أن أتمنى لإشتعبنا العربي الفلسطيني في كل مكان أن تكون سنة خير وأمن وسلام وأن يتغير هذا الواقع الصعب طبعا استعداد بكل نشاط رغم الظروف التي نحن موجودين بها لابد أن هناك صعوبات لكن إن شاء الله أننا كدها هل مستعدون لعام الدراسة الجديد في ذل الحرب؟ طبعا لابد لازم نكون على استعداد لأن هذا الوضع الراهن اللي إحنا موجودين فيه وإن شاء الله بدنا نتأقلم بالموجود تأتي هذا الظروف إن شاء الله هل تحديات بتواجهوها؟ أكيد تحديات اللي منواجهها بالوصول للكلية من الناس اللي بتيجي من الشمال من الأماكن اللي عليها الضرب وغاد الحرب بشكل أكوى من عنا بس بدنا نتأقلم أخرى مرة نتأقلم بالوضع الراهن اللي موجود يعني بدنا نتعلم هل لديكم تخوفات من سماع دوي صفرات المضاء خلال التعليم؟ لابد نسمعها نتأمل أنه يبكى الوضع تمام بس أنه الإشعظ بمنعناش أنه نتعلم ما فيش بدير طبعا نحن بانتظار افتتاح العام الدراسي منذ نهاية السنة السابقة يعني دائما ننتظر حضور طلابنا ننتظر وجودهم حقيقة يعني الحياة في الأكاديمية تكون شبه معدومة بدون طلاب فوجود الطلاب هو الحياة الحقيقية فهم دائما يعني أنا أعيد وأكرر أنهم شريان الحياة النابد لهذه الأكاديمية هو وجود الطلاب طبعا في ظل ظروف الراهنة يعني ورغم الأمل ورغم ما نعانيه من أوضاع يعلم بها الجميع لكن يعني كنا باستعداد تام لاستقبال العام الأكاديمي سواء من حيث متابعة المستجدات على الساحة المحلية والعالمية وأيضا متابعة تعليمات مجلس التعليم العالي وأيضا من ناحية التجهز من حيث الملاجئ من حيث تزويد الطلاب بكل ما يحتاجونه في هذه الفترة وطبعا التجهزات الاعتيادية من تسهيل الدخول لطلاب الجدود افتتاحية خاصة بطلاب سنة أولى وإعلام الطاقم بكل المستجدات بما يخص استقبال الطلاب لهذا العام إن شاء الله مستعدين بأكثر طاقة إن شاء الله إنه هاي السنة رح تكون نجاح بنجاح وبرجن على كل الطلاب اللي مرح ينجحون كيف هي الأجواء باكاديمة الكاسم؟ أجواء بالطب هل مستعدون لعام الدراسي جديد في ظل الحرب؟ ظل الحرب هو شوي صعب بس إن شاء الله إحنا مستعدين وجاهزين لكل إشيه ست تحديات اللي بتواجهوها في ظل هاي الظروف؟ نواجه تحديات بالوصولة للكلية وما إلى آخرها إن شاء الله إنه بهاي السنة رح نشتاز هاي الإشيه إن شاء الله خير سنة خير إن شاء الله الصراحة بالجنن فيها شوي تخوف بس إنه على أمل إن شاء الله تبكى خير ونجاح وملاني أهداف هل مستعدون لعام دراسي جديد في ظل الحرب؟ أكيد مستعدون هاي التحديات رح نفتخر فيها لقدام ورح نتحدها كلنا إن شاء الله إن كان الحرب ون كان التعليم كيف تشوف الأجواء في الأكاديمية؟ بتجنن في ملان هون فعاليات حلوة في ملان مشغلات جديدة وإن شاء الله نجاح للكل هاي السنة شو توقعاتك من هاي السنة؟ توقعاتي إنه رح نطلع بأهداف ملاني اللي هي عبارة عن نجاحات رح يكون فيه صعوبات بس إن شاء الله رح تبكى نهايتها نجاح داية رغم الأجواء الماطرة والباردة برى الأكاديمية إلا إنه الأجواء لدينا داخل الأكاديمية كثير دافية تتخلى لها كثير من الطاقات الإيجابية والأجواء الحماسية لطلابنا بالعودة إلى مقاعد الدراسة هل لناك تخوف لدى الطلاب وأقلك؟ طبيعي جدا في ظل الأوضاع الراهنة والظروف اللي إحنا منعيشها أكيد في عندنا تخوفات وفي عند الطلاب كمان تخوفات من عدة جوانب بس إن شاء الله رح نتغلب على هذه التخوفات ونقدم أكثر قدر من المراعاة للظروف لطلابنا إن شاء الله إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مجلة الجمعة لهذا الأسبوع شكرا لمتابعتكم مني فتح الله مريح وشكر موصول لزملائي في الإنتاج دمتم برعاية من الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات وإلى اللقاء يوم الجمعة القادم اشتركوا في القناة